تهاني عندي ليك خبر حيفرح الجوي امو حسانك اتهنيه سمعت كل حاجة يا امو ابوس يدك يا امو ابوس يدك ما تقولش لابويا عن الموضوع ده قال لي ما عاوزاش اتجوز غير احمد ودعمي وهو وين احمد ودعمك ده بكفياكي بقى لحصل بكفياكي تجورس اللي جرسها نفوستاه للبلد حيرشع يا امو انا حاسة انه حيرشع فوقي بقى من الوهم اللي انت فيه ده لساكي فاكرة انه حيعاود ده فاتك فاتك وتجوز واحدة من بنات مصر وزا ما نهدلوك خلف منها عيل ما تقولش كده يا امو احمد ودعمي ولد اصول ججبه ما يطوعهوش يعمل فيه كده ما عايزبنيش ويقلي سرتي على كل لسان يا امو مالها سرتك سرتك اطهر من اللبن الحليب انتي معملتش حاجة غلط عشان الناس تجيب سرتك بالردي لكن هو بقى ربناي سامحة فوقي يا حبيبتي فوقي الروحك انا عايزكي عايزكي تتجوزي وتعيشي حياتك زي ما هو عاش حياتك ولا انت فكرك يعني ان ابوكي واخوكي هيهملوكي لحالك فوقي الروحك يا بتي فوقي الروحك قبل ما القطر يفوتك وترجع تندمي وتقولي يا ريت اللي تجرى مكانه كفياكي يا اخوك كفياكي الحديد ده يعيني عليكي يا بتي يعيني عليكي منه لله اللي كان السبب منه لله منه لله صباحي خيب يا مامي اهلا صباحي النور يا روح مامي هاي نجاهزوليك الفطار لا يا مامي هاخد حاجة شريعة كده وبعد كده هروح افتر مع اصحابي في النادي نوها نعم يا مامي انت ما قلت ليش انك رايح النادي النهاردة مامي مانا كتير باصحب ادري بروح اجري في النادي وبعد كده بافتر مع اصحابي ايه الجديد في كده؟ الجديد انك ماينفعش تخرجي لوحدك بعد كل اللي بيحصل ليلى ده يعني من هنا ورايح لقيمة تخرجي معايا او مع باباكي غير كده مفيش مامي انا ما بقيتش صغيرة وبعدين حضرتك عمرك ما عملتيني بالاسلوب ده ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان احنا ما بقيناش زي زمان ابوكي بقى لهم نفسين واعداء نفسهم يقذوا باي شكل وديكي شفت اللي بيحصل لنا مرة حاطست العربية ومرة البيت اللي في البلد ودلوقتي بيتنا انا مش هستنى ابدا لحد ما يوصلوا لي يا مامي انت مكبرة الموضوع قوي مامي عايزة تحبسيني في البيت؟ ايه مالك في ايه؟ يا فابي مش معقول مامي مش عايزة تخرجني من البيت خالص يا نوها مامي بتخاف عليكي طب و ايه الحل؟ الحل بكرة ان شاء الله فيها جازة انا وانتي ومامي هنروح نتفسح في الحداخ الغناقة انا مش رايحة بحدة هلو هلو اهلا 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 لسعاد الباشا اهلا يا عموة باشا وهليخفى الجمر ازاك سعاد الباشا طب طب ما تيجي هنا عندي البلد ونجعل نتكلف كل حاجة خلاص اهلا نازل مصر واندي جلسة في المجلس نتقابله ونشوف شغلنا ايو يا باشا مع الف سلامة عموة باشا مع السلامة يا اخوي مع السلامة مين يا بوهي اللي بتتحدد معاه في التليفون عموة مي الساعي ايو ما انا كنت سمع كنت بتتكلم في التليفون بس يعني بسأل مين عموة دي مخبرش يا جميلة يا جميلة يا جميلة اتغركت يا جميلة الله رحتها زينة جوي جوي ربنا يخليك لي وما يحرمنيش من ما جايبك واصل وعاك تكوني زعلانة من سفر الكتير لمصر انا صحيح ما استغناش عنك لكن انا خابرة جديبة تحب عمي عبد الجليل وانا عارفة ان هو اللي مربيك وما يصحش ترفض له طلب واصل ربنا يكملك بعقلك يا جميلة لما قوم اجهز لك اللي وكل ما تتحركش بسرعك دي مالك فيك ايه خايف عليا صحي غريب لو ما خفتش عليك وعا الولد اللي استنظرته سنين اخاف على مين عاد وبعدين انا مش عايزك تتعب نفسك واصل تعبك راحة يا سيد الرجال استني يا جميلة استني اني عايز اجوم اجهز معاك اللي وكل كتير علي اللي بيحصل دي مفيش حاجة كتير عليك يا جميلة انتي بعرفاش غلوتك عندي كتير او اللي طب وحياتي عندي انت لساك جاي من الصفر يعني تعبان وعاوز ترتاح خلينا جهز انا الوكل انا مش هعمل حاجة وعرقوي يعني اللي تقولي عليه وتقمر بيه يا ستة الستات هجوم علي على اجل من مالك يا عجل ايه 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 رايك مش اعني اه احسن برضه مراقبة السرير ولا ايه هو كان بخطر يا حج مو غصب عني معلش شدة وتزول بإذن الله اللي جاي هيكون أحسن من اللي راح يا ربي يا حج نفسي نفرح أيوه حصل أيوه حصل يا بدرية وجريب جوي صح تفرحني معاك أقول لك عشية قعدت مع شيخ ما مشيخ الجامع وسألنا عليك ولما قلت لي أنك بعافية زائل جوي قطر خير طرق عمري ما احتبراك فأبوي الله يرحمه بس الرجل زائل عشاني مش عشانك عشانك كيف يا حج يعني قال لي يا مالا يعني بترجد كتير يا أخي شوف لك واحدة صغيرة تشجوز علي يا حج ليه لا كبرت يعني ولا كبرت صراحة الغريب فتح نفسي خص عليك يا حج خص عليك خص عليك ليه مالحجي عايزك لما تشد حاجك كده تنجيلي واحدة جميلة من نجح بس تكون على مزاجك يعني وهي أصلاح هتقعد معاك هنا عايز واحدة تريحك ولا هتحب أخذ بقى دار تانية بتتحدد صح يا حج ولا صح كيف يا عبيطة وأنا هنلاقي واحدة حسن منك ولا أجمل منك خص عليك يا حج فتكرتك بيتحدد صح وانا أقدر برضو يا بدرية طب ده أنا فاكر ليلة عرسنا سهي ما تكون عاشية فاكرة يا بدرية يو يو عاد يا حج طب فاكرة كل اللي حصل ليلتها لما بويا جالي نجد كلمت علي ما صدقتش روحي ما بجدش خابر أرد علي كيف يعني لساكي أتحبين يا بيت ولا يملعيني غيرك يا حج ده أنت سيد رجالة النجعة كلهم بس برضو هتجوز جابر والد العمضة تلعجبها لحالة جابر والد العمضة تلعجبها لحالة بخب لا همّلوه يطلع نجابر والد العمضة تلعجبها لحالة همّلوه يطلع نجابر والد العمضة تلعجبها لحالة همّلوه يطلع همّلوه يطلعجبها لحالة جالك جالبي تطلع عالجبل وانت خابر ان انا لا واخلص عليك اني طول عمري واحد منكم وده اللي جمت جلبي وخلاني اجي الليلة عشان نصف اللي بناتنا هنفتح صفحة جديدة انت خنت يا جابر والخاين لازم ان يدفع تمن خيانته اني عملي ما خنتك يا سلمان طب وما جمس دعب رحيم الجناوي اسمع بلاش بلاش انت احنا دفلينه سوا قولي يا جابر طالع الجبل ليه ماني قلتلك يا سلمان عشان نصف اللي بناتنا هنفتح صفحة جديدة قول يا جابر انت متطلحش الجبل غير عشان حاجة واعرة قوي تشوف يا سلمان انتوا خاولتم تقتلوني وأني بريئ وانت عارف لانا بتمنى لكم كل الخير قلت قصي يا جابر الحكومة الحكومة بعطت مخبرين وسط الخلق في الناجعة عشان يعرفوا اخباركم ويدل عليكم حديث زين وايه كمان الحديث اللي بقولهولك تيه عاربون محبة للحديث اللي جاي وايه هو اللي جاي يا جابر طلب صغير ايه هو الخريب والضغط عبد الجليل هو بعينه ماله عايز اعمل ايه طا حاجة تحرك بيها كلبه اولعله في الارض اسمم له البهايم اولعله في الشونة مهم اعمل ايه طا حاجة تحرك كلبه وكلبه نسيبه واه 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 وليه ده كله طهر طهر جديم وجيه اوانه ما تاخده بيدك زي ما عملت مع عبدالبر وجريت رجلينا وراك ما جونا ننسى اللي فات ونفتح صفحة جديدة دي خدمة سليمان وخدمة مش هنسهالك طول العمر واني جاهز من جنيه لمية الف جنيه ده كمان غير اخبار الناتشة والحكومة هجبها لك اول بول ونفتح على نفسينا باب ما نعرفش نسده ليه؟ اسمع جابر انت تنسى الموضوع ده خالص وكمان تنسى موضوع الغريب وكل اللي اقدر اعمله لك اني اهملك تنزل من هنا سليم عشت عشت يا بكره بالإذن جابر جابر لسه طاري معاك هنغضى منك مالك يا بمالي انت قتبكي؟ مابا بكيش يا بنتي مابا بكيش قداري على بيتك فاطمة ما كنتيش تشكيلي همك اتشكيه المين يا اما احمد اه هو ده همي احمد ولدي حارمني وحارمك كل من الفرحة خصيمك النبي ما تعملي في روحك كده كلنا حزانة بس ايه بيدنا نعمله ربنا جادر على كل شيء اجيله يوم ويعاود وتعاود معاه الفرح يا رب يا بيت يا رب بعدها لكم مال يا حلم يا أخوي ما تفوق لروحك ده كل حي بياخد نصيبه اسمع كون بيه لما نأكل لجمة انا معيش اي حاجة يا احمد خلاص ما باقليش في حاجة ليه طعم وبعدين يا حلم ما تعملش في نفسك بتاة انت بقول لي يا احمد اعمل ايه اعمل ايه وصارت اعمل ايه قول لي اعمل ايه يا احمد اعمل ايه اجلك تجون معايا ناكل لجمة في السكة وبعدين تاج معايا البيت تستريح شوية ما باجاش في راحة خلاص يا احمد قصلي انت مش حاسب اللى انا فى ما انت 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 بحظوظ يا احمد اللي تجوزت الانسان اللي حبتها وحبتك طب احيات ابوك يا اخوة بطل جار اهو جارك ده اللي هيجبنا ورا جوم 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 يلا ما وصلك البيت تستريع انا مش عالوح عالبيت دلوقت انا هروح البيت عند صارة واجل لهم حرامي اللي بتعملوه فينا دين وكل ده عشان ايه الفلوس ملعون ابو الفلوس ملعون ابو الفلوس ابيهده طيب اهده اتفرج علينا الناس سب يا احمد بشهاده خلاص حسيبك اولع وحشتيني يا طن وليلي نهلة ازايها والحملة عامل معها ايه الحمد لله يا حبيبتي زي الفل وبسلم عليك اوي والله يا كان نفسيتيك بس انت عارفة زروبا انا ادرتش ربنا يقويها ويقومها بألف سلامة عارف يا طن انا سعيدة بحملها ده جدا لانه حصة انه يحل مشاكل بينها وبين احمد كتير اوي والله يا سجوة بنتي انا حيرانا انا مش عارفة علي الحمل ده كويس وبداية خرب بينهم ولا بداية مشاكل هم نفسهم مش قدها ليه كده بس يا طن اكيد ان شاء الله الحمل ده هيبقى بداية كل خير لانه قدامهم هدف عايشين علشان فحتى يا ستي لو حصل مشاكل اكيد كل واحد يوم يتنازل عشان خاطر الطفل اللي جاي يتنازل يعني انت يا سلوة مش عارفة طبيعة نهلة وادمخن نشفة واللحمة دماغه وقلشف بالحديد لما بيتربس قول يا رحمن يا رحمن والله يصدقين يا طن احمد ده مفيش اطيب منه في الدنيا ونهلة كمان قلبها ابيض وزي الفل مفيش بتخلي من المشاكل وكله هيعدي يعدي زي يا بنتي ده من اليوم ما تجوزوا هم كل يوم خناه هو يسحى الصبح يقرض ما يجيشها لبالليل وهي يقفل عن نفسها الباب لا بتاكر ولا بتشرب ولا بتشوف حد لما انا خلاص روحي هتطلع ان بقولك ايه انا روح اتشوف العاشق عشان خلاص جوعنا بلاحي وقالك بس جوع تخديني معا يلا يا حبيبتي والله زمان يا بابا بتصورش كل محارتك بتيجي تزورني انت وماما انا بكون سعيد قد ايه يا عرب انا يخليك يا حبيب ارجوك ما تغيبش علي تاني لا لا مش عجيب متشكر يا سعيد متشكر جدا اخبر احمد ايه هو ونهل عاملين ايه مع بعض يعني مفيش جديد لا عاز يشتغل معا في السركة ولا لاقي وظيفة مناسبة وامراته حامل انا مش عارف هما هيفضلوا كده للحد يمتى احمد لازم يغير من افكاره انا متعارف واختك عنادية ومش هتستسلم لفكيره هو كمان دماغه نشفة معلش يا بابا احنا برضو نحاول معاه تاني يمكن نقدر نقنعه يا ما اتكلمت معاه الظهر ان الكرامي ممنوش فايدة حضرتك بس اسيبه للمرة دي وانا هتكلم معاه انا يعني احاول اعرض عليه انه يشتغل معاه في الشركة بتاع تجازي وافق على كل حال جرب مش هنخسر حاجة ربنا الهادي طمن جدا يا بابا انا هقنعه ان شاء الله المرة دي قولي بقى اخبار شغلك ايه كله تمام والحمد بالله كل مدى والشغل بيتوسع اكتر واكتر لدرجة ان انا خلال الفترة اللي جاية دي هفتتح فرع جديد للشركة في القصر ان شاء الله بس يعني المسألة محتاجة شفية وقت ايه بس يا حبيبتي وانت لسه زعلانة مني طب معلش حجك علي انا قاسف على كل الخلافات والمشاكل اللي حصلت بنا الفترة اللي فاتت ونفسي نفسي ابتدي معاك صفحة جديدة يا حمد انت كنت عايز تطلقني حمار تقولي ايه بس عشان خطري انسي اللي فات اقول لك بلاش عشان خطر انا عشان خطر ابننا اللي جاي بتعرف كويس اوين انا بحبك بس انت اللي دماغك نشفة وانا بفكر في المستقبلنا انا عايزة عارف بس انت ليه مش عايزة تشتغل مع بابي اسمعي باجا اذا كنت عايزة ميحصلتش بيني مشاكل مفيش داعي نفتح السريدي تاني خلاص خلاص ما تتحصبش بس اريد انت بقى اللي ما تنساش ان في طفل جاي زي ما انت بدول وده معجول برضو يا نهلة انسى ده ده كل اللي انا بتمنى من ربنا واوعدك ان انا هتكفل بكل طلبات ومصروفات ابننا اللي جاي ده بس يعني انت عشان خطري عشان خطري سيبينا على راحتي خلاص يا احمد اللي تشوفه فكرك يعني انا غوية مشاكل خلاص يا حبابتي يبقى من دلوقت احنا ولاد النهار ده وان شاء الله مش هيكون في بنا اي مشاكل ان شاء الله قليلي بقى مش عايزة اي حاجة من برا تخارك انت مش لسا راكع من برا ايوة بس في واحد بلدياتنا جاي يعني ولازم اشوفه واعمل معه الواجب يا سلم اعزمه هنا في البيت وانا ها املك بمليون الف واجب لي لا لا المسألة مش مستهلة يعني اصلا هو جاي يكشف عند الدكتور وانا حجست له يا دوب حيكشف ويعاود البلد تاني عن اذنك ما تتخرش حاضر موسك موسك بموسك يا اخوي الفلوس اللي طلبتها مننا هاي متمسك يا احمد انت خجلان وان ليه بتستمهدك يا غريب ما عرفش اقول لك ايه بس لازم تعرف ان الفلوس دي دي مفراجبتي يا راجل عب ما تقولش كده او احنا في فرج بناتنا ولا ايه طب اسمع انا ما عايشي الحاج عبد الجليل ياخد فكرة عن الموضوع دي انا نفسي ما قدرش اقوله على الحاجة زي دي ده لو عرف كان يزعل مني زعل وعي الرجوي وبعدين انا ما قدرش على زعل واصل الحساب لو تسمح خد امسك لا 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 والله لا والله يحمد خلاص خلاص يا راجل خد وخلي الباجع علشانك حفقى تصل بك على الملا عشان اشوفك ازا كنت محتاج حاجة وانطمن عليك طيب يا اقول لك ايه يلا نجوم عشان نلحجوا القطر لا حسن يفوت لي ولا حاجة يا فضل يا فضل انا مش مصدق ان انت جيت معنا وانا كمان يا فابي وحشتنا اوي 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 يا ماما شايفها زي الامر يا ابني ربنا يجعلها من نصيبك يا حبيب مع اذنك با روح اسلم على العسل والدي صح بالمصر انا بشتغل فيه طيب اوه اذهب يا عمي اصل بيه اصل بيه ازاكي فاني اهنا سيادك يا طارق ازاكي ابني هيني اهنا يا طارق ازاكي اللي سنوه ازاكي يا طارق عامل ايه الله انت الوحدك هنا يا طارق ولا ايه لا انا معاه والديتي يعني فشبت سيادتك فوتك يسلم عليك والديتك معاك نسرف ما علش يا قفت احنا سبق واتكلمنا في الموضوع ده وانت تجريبا اكتر واحد فهم موقفك شوف يا حمد لازم تعرف ان يفهم موقفك كويس استولى ومقدر كمان رغبتك لأنك عاود تستقل بحياتك وبنفسك بعيد عننا لكن برضو يا رجل ما تنساش إنك متجاوز دلوقتي يعني عن قريب إن شاء الله هيبقى لك بنت أو ابن المستقبل ما يخصكش لوحدك يا أحمد يخص كمان مراتك وابنك أو ابنك اللي جيين لك في الطريق إن شاء الله وعلشان كده أنا هعرض عليك عرض أتمنى إنك ما ترفضوش زي ما رفضت شغلك معايا قبل كده خير يا رفض عرضي إيه؟ أنا هعمل فرق جديد للشركة عندي أتمنى يعني إنك تشاركني فيها الشركك؟ إجديه نوبة واحدة؟ وإيه المانع؟ أنا برأس المال وإنت بمجهودك ويكون في علمك إنت هتبقى مدير الشركة يعني المسؤول عن كل حاجة فيها من الألف إلى اليابة ربنا يخليك يا باش مهندس شوف يا رقفة أنا متشكل جدا ومجدر رغبتك في إنك تساعدني بس أنا للأسف مجدرش أجبل عرض زي كده وعدين بقى معك يا أحمد الحياة بالشكل ده مش هتبقى كويسة أبدا يا نهلة اشتكت لك من حاجة؟ بالعكس نهلة مشتكتش من أي حاجة بس أنا مش فاهم أن تواخد الأمور بحساسية مبالغ فيها ليه كده أحمد تبقيتش غريب دلوقتي إحنا دلوقتي بنعتبرك واحد من أفراد العيلة وبعدين يا أخي إيه اللي يمنع أي حد قادر على المساعدة إنه ساعد أحمد اللي احنا بنقدمه لك ده مش صدقة ولا مساعدة بدون مقابل بالعكس أنت هتشتغل وهتاخد مبتب نتيجة شغلك ده زي ما قلت لك يا رقفة أنا متشكر ليك جدا متشكر ليك وكلكم بس يا أخوانا أنا مش عايزكم تشيلوا همي أنتوا ليه مش عايزين تدوني الفرصة أن نبني نفسي بنفسي اسمع يا رقفة نهلة أختك توب جمراتي واللي في بطنها إبني أو بنتي أنا متكفل بيهم ولما أعجز عبجل جاء لكم أستر سطارق صباح الخير يا رقفة صباح الخير يا أستر سطارق رجب قال لي لحداك عاوزني خير خير إن شاء الله يا فندا هو بابا ما رحش شركة النهاردة لا هو في الحقيقة يسمى بيه في الشركة طيب إيه جاي تاخد ورقة أو حاجة لا أفندا طب ما لعايزني في إيه نسانوها ممكن أسأل سيادتك سؤال شخصي أفندا نسانوها سيادتك يعني مرتبطة مرتبطة أعتقد يا أستر سطارق إن دي حاجة شخصية حدتك ملكش أي علاقة بيه لو سمحت ترد عليها لو قلت أيوة أنا أخرج دلوقتي من البيت ده ومشي دخله تاني ولو قلت لأ هبقى أسعد واحد في العالم أنا سانوها جايزة أنا ما أكونش الشخص المناسب اللي أنت بتحلامي إنك ترتبط بيه بس لازم تعرفي إنك أستر سطارق أنا هرجوكي خلينا كمي في كلامي أنا بالي الساعتين بحضر الكلام ده أنا سانوها أنا معجب بالسيادتك جدا يعني المودة القسيرة اللي أردت فيها منك حصدي منكم يعني حاسيت إنك الإنسانة إلى أي شخص يحلم إنه يرتبط بيها أنا خلاص خلاصت كلامي أستر سطارق أنت عاوز تتجوزني؟ لو وافقتي هيكون جميلة هيعيش اللي عمري كله علش خطأ يرده لك لو قلت لأ أنا عند وعدي مش هدخل بدة تاني أرجوكي تقبلع تزاري إن تجرأت وطلبت الطلب ده أستر سطارق طلبك ده كان مفاجأة بالنسبالي ما كنتش متوقعها أنا أرجوكي خد البوقت المناسب علشان تفكري وأنا منتظر رد أنا آسف إن أنا عطلت وقت حضرتك بس في طلب صغير لو سيادتك يعني رفضت ياريت الهانم والدتك أو عسمت بيه ما يعرفوش بالزيارة دي عن أسدك موسيقى 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 شو في حجة عبدالجيل إحنا مش أول مرة نتعامل سوا السعر اللي هتقول عليه أنا مش هفصلك فيه المهم على اخر السبوع يكون عندي خمسين شوال علف التفاق نعب موجود على بركة الله هنجوم اناعك بالسلامة اشتركوا في القناة طب مني يا غريب احمد اخبره ايه هو عام اللي يقدلوك والله يا خال احمد في خلافات كتيرة بينه بالمرط اليومين دول هو اللي تجابه لنفسه هو اللي تجابه لنفسه قل لي ديت الفلوس ايوه خال خدم وعاك تكون قلتله ان انا اللي مشيعة لا ما تخافش يا خال ده هو حتى كان بيواصلني ان ما نجاب لكش سيرة قلت له ما نقدرش نقول خالي على اي حاجة اللي حسن يزعل مني انت ما تسعلش مني يا ولد اني باسعل كتير خوفي على ولدي هو اللي مخليني اعمل كده انا تحتامك يا خال هو ناعني ليه باركة لانت بارك الله فيك يا غريب قوم يا ولدي قوم تطمن على اهل دارك وريح جسمك من سفر والشغل يا خال اه الشغل ما يطيرش بكرا ان شاء الله الصبح تقابلني في الارض بسلامة امرك يا خال السلام عليكم السلام عليكم اتريعي اقول لك يا احمد انت اللي مسمعتش كلامي اندي خالف والدي يا ولدي لازم اني ادفع التمنغالي لازم اني السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته خير يا عمي خير يا ابني أنا طلبت قابلك النهاردة عشان أكلمك من غير لف كده ولا دوراني خش في الموضوع يا عمي انت عارف ان سارة مبارع كانت خطوبتها مبروك يا عمي سارة حاولت تنتحر ايه؟ ما تخافش ربنا نجعها والحمد لله طب هي فت دلوقت جرى لها حاجة؟ لا لا ما جرى لاش حاجة خالص يا ابني ما جرى لاش حاجة أنا طلبت قابلك لأن أنا خايف على بنتي خايف تضيع مني مهما كان أنا قابل صحيح أنا مش موافع على تصرفاتها ولا بشجعها عليها إنما بحمد ربنا إنها لسه عايشة وتأكدت كمان إنها بتحبك قوي وشايف كمان إن انت يعني بتحبها جوا جوا يا عمي عشان كده أنا موافع على جوازك شكرا يا عمي روح فراحة روح حاجة حاضر حاضر شكرا عمي 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 فيك الخير والله يا دبلت الخطوبة عقبلنا كلنا لا 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 على فكرة يا مامي طارق جالي الفيلا وطلب إيدي طارق مين ابن طانت كاميليا لا طارق مدير مكتب بابي ده تجنن الولد ده ولا إيه أنا هخلي باباك يرفضه ليه يا مامي هو جالي الفيلا وطلب الموضوع ده يبقى بنا إحنا الاتنين لو أنا وفقت أبلغكم ولو أنا رفضت أنسى الموضوع تماما طبعا لازم ترفضي هو ناسي هو مين وابني مين وانتي مين وبنتي مين هو ناسي إن جديك كان فاشا يا يا مامي الموضوع دي خلاص انتهت من زمان لا يا نوها ما انتهتش المقامات برضو محفوظة ده تجنن ده هو كان فاكر إنك ممكن توافق إيه أيوة يا مامي أنا هوافق الجوز طارق يبقى أنت أكيد كمان تجننتي بالعكس يا مامي أنا لما عدت مع نفسي وفكرت حسيت إن طارق هو أكتر واحد ممكن يساعدني مينين من مرتبه ولا هيستنى باباكي لما يساعده أنا هقف جنبه طارق إنسان كويس يا مامي ممكن يبقى حاجة في يوم الأيام نوها أنت اللي اسمعك يقولك بتحبيه مامي الحب ده ممكن يجي بعد الجواز لكن طارق بحس إنه ممكن يعمل أي حاجة عشان يساعدني كل كلامه صادق طالع من قلبه أنا مش هنسى أبدا يوم المستشفى لما كان واقف جنبي بيعايت بيعايت؟ يا بنتي ده جواز هي أي واحد تلاقي واحد بيعايت علشان هتتجوزه إن التجوزي ده لازم يكون مناسب لكي بكل حاجة ويكون كمان فيه بينكو حب هو يحبك وإنتي تحبيه يا يا مامي ما أنا جربت الخط اللي أنا بحبه وفي الآخر النتيجة كانت إيه؟ كان إنسان مش كويس وكان طمعان فينا سيبيني مرة أمشي ورا إحساسي يا حبيبتي الجواز ما هواش تجربة دي عشرة عمر لو طرق ده تلا إنسان مش كويس هتبقي كسبتي إيه؟ هتبقي خسرتي عمرك وشبابك واسنين كتير حلوة كان ممكن تبقي مبسوطة فيها أنا معاك يا مامي عشان كده فيه فترة خطوبة ممكن أقرب منه وأعرفه أكتر أقرب من شخصيته أكتر وأكيد إن شاء الله ظن هيبقى في محله باباكي مش حيوافق يا نوح عشان كده يا مامي أنا عايزاكي تقفي جنبي وأنا بفتحه في الموضوع ونقنعه مع بعض أنا أقنعه؟ يا بنتي فكري تاني مامي أنا فكرت كويس وكررت إن أنا أخد التجربة بنفسي وإن شاء الله خير فكرة يا مامي عارف يا جميلة زمان أمي كانت تتلم من هنا هو آني وأحمد والغريب وكل واحد فين ياخد حتة عجينة في يده قال إيه بنعمل القعك يا فاطنة ولا كان قعك ولا حاجة لا كان عكعي الأصغيرين واني كنت نقعد الحالك به ونقول لنفسي متى نكبر ونعمل القعك زي يومي ما بتعمله وديك كبرت يا فاطنة وبجيتي تعمل القعك وصح البركة فيك يا مامي ربنا يباركلي فيك يا بنتي بنتي يا جميلة انت فاي تومك الحالة يا كده تسوي القعك وبعدها معنا هنا أي والله يا فاطنة كده تزعل مننا يا بنتي أبدا أبدا يا مامي الحاجة أمي عجلها كبير وخابرة معزتكم عندي ربنا يا ديم المحبة بناتنا يا بنتي ويفرحنا بخلتك عن جريب أمين يا رب فامي اللي قلتك علي وعي اللي حاجه له همال يا جنب العمدة يلا خور من ويشي عمرك يا عمدة اجري سلام عليكم يا بوي سلام عليكم يا بوي سلام عليكم سلام عليكم شايعتين ليه شوف يا جابر أنا شايعتين لك عشان أقول لك كلمتين تحطهم حلقة في ودانك انت دلقتي من ازاي الأول انت بجيت أب ومسؤول يعني لازم تعجل وتركز ايه لازمة الحديد دا يا بوي انا عملت ايه عملت ايه ازاي انت اسمع يا الله انت عارف البيه المأمور دي عاني من اتنين ما رجالت ومش عشان المطريد علشارك انت بس عشان كده عايزك تعجل وتهد يعني بمعضل على صح تبعد من الغلط كيف يا بوي اسمع كلامي يا جابر اسمع كلامي وعموم مش دي الموضوع اللي شايعتلك عشان مالقيه الموضوع التاني يا بوي من بكرة الصبح تنزل على أرض ترعيها وتبشيرها وبجلك شغلانة بدل الشعطات اللي انت حميلها ديات مالك شغلانة في البلد يعني طول عمري يا بوي جعت في الأرض السلام من امتى اخر مرة نزلت فيها الأرض امتى اسمع كلامي ابوك يا ولدي على الجل عشان تبعد عنك الزنون امرك يا بوي امرك الله يطمن جلبك يا ولدي اوكيد انا ارتحت انت بقى ابني يا ابني بجيت ابو مسؤول واللي هتزرعه هيحصد ولدك عشان قطر عشان قطر يا ولدي ايه لازمة الحديد دا يا بوي لازمته ان ابوك وادر الناس بيك وخاف عليك يا رب يا ربنا يحصل ختامي ولا يسقنش فيك ابدا يا ولدي ربنا يطولينا في عمرك يا بوي طال العمر ولا جسر انا نازل مصر مش عايز حاجة ليك ولا للمرتك ولا لابنك تسلم يا بوي اتعاود بالسلامة بس مجلت ليش نازل مصر ليه حط العصيرة اللي عمد تحب تشرب العصيرة دا ولا اطلب لك حاجة تانية حا كما انا عارفك يا رجل صاحب مزاج قوي لا 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 كويس العصيرة عصيرة ايه شربت شوف يا عمدة انا قبل ما بعثلك سألت عليك وعرفت ان انت الوحيد اللي ممكن تساعدني في مشروعي وايه هو المشروع دي المشروع حيأكلك عجوة يا عمدة يبقى حنزرع ناخد وبعد ما تاخد الفلوس من عواضين تحود على عبد الحميد ابو الشحات تاخد منه المتين جنيه اللي عنديه ومنين جي راجل غالبان ما حيلته اللضاء وانت مالك انت الغالبان ده يشكك ليه اللي معهوش ما يلزموش وبعدين هو عينك محامي عنديه ولا ايه انت شغال عندي ولا عندي هال؟ طيب يلا اقول غور يلا اطلع اكتاهي بشكلك دي ايش عينه يا غلبان انت ايه عيال لوك على يا مرحب يا مرحب اهل المستخدم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله تفضل يا حج تفضل يا الف خطوة عزيزة سألت عليك في المزرعة قال انك في المغزن اهلل اهلل يا مرحب يا حج امرني لوكت انا اتجايلك في موضوع مهم وعايزك تفتح مخك وياي هفتح انا كنت مقدر يعني طيب ابن المرغني اللي عزينا فيه ليلة مبارح دي بقى الشاب نمرى عشرين من الناجع اللي ماتوا في حرب العراج واحنا مالنا ومالهم يعني هو يعني حرب في العراج ومات احنا نعمل له ايه وايه اللي خليه حارب من اصله ما الطيب احسن يا ولدي مش بخاطرهم بيجبروه مناك على كده المعنى اللي عايز اقولهولك وفاهمهولك انه بقى فيه هرامل كتير في الناجع وهيصرف على ايتام هو انا مطلوب من ايه اتجوازلي اثنين من الارامل دول يعني تتجوزهم كلهم ينفع تقدر اجرب ها راجل لما تقدر عالف بيتك طب بتفكر في واحدة تانية انا بهزر معاك حج امرني وما اللي انا اعمل ايه يعني في الموضوع ده انا اتكلمت مع المكتدرين في الناجع نجل ما يساهموا معاي في الصرف على الايتام دول يعني هندي كل ارمالة اول كل شهر اللي نقدر عليه انا مالي يعني بالموضوع ده يعني مالك يعني ايه ما انت من المكتدرين انا من المكتدرين انا اول مرة اعرف ان انا من المكتدرين دي لا انا غلبان ده اللي جاي على قد اللي رايح وساعات اللي رايح بيبقى اكتر كمان اه ما هو اللي رايح ده لو في مكانه ربنا يبارك فيه ويعود خير انما لو رايح على الصرمحة والمزاج اه اه واللي بالك في ايه ربنا ما يباركش واعي لي وحد جالك حاجة عنك ده ولا كده يعني لو سمح الله لا حاجة جالحان حاجة لو حاجة جالحاجة كنت دبيت صوابع في عنيك انك انت منينا ولي يمسك يمسنا ها اه قلت ايه في ايه هتدفع كل شهر اللي تقدر عليه وانا تحت امرك حاجة من جنيه الخمسة خمسة ايه يا راجل كبر مخك هزهم هزهم مش خسارة في الخير خليهم ستة هتدفع كل شهر عشرين جنيه قلت ايه اشياء